مكتشف كروية الأرض خرج ابناء قبيلة كاموروس التي كانت تسكن هذه الجزيرة للترحيب بهم وربما لم يكن سكان هذه الجزيرة قد رأوا أي أوروبيين قبل ذلك الوقت لذلك لم يشعروا بالقلق من نزول رجال ذوي بشرة بيضة على جزيرتهم وقد سرع سكان الجزيرة بمقابلة سفن ماجلان قبل أن تصل إلى الشاطئ في قوارب صغيرة محملة بالطعام والغذاء ولم تمر سوى سنوات قليلة حتى تدفقت السفن الأوروبية المحملة بالتجار ومعهم المسلحون الذين فرضوا سيطرتهم على تلك المناطق لتبدأ مرحلة من أطول مراحل الاستعمار في التاريخ ابن بطوطة من هو؟ هو رحالة ومؤرخ عربي لقب بأمير الرحالة المسلمين ولد بمدينة طنجة بالمغرب عام 1304 من الميلاد قام ابن بطوطة برحلات عديدة طف خلالها بلاد المغرب ومصر والشام والحجاز والعراق وفارس واليمن والبحرين وغيرها من بلاد ما وراء النهر وكذلك بلاد الهند والصين وأواسط أفريقيا بدأ ابن بطوطة رحلاته وهو ابن واحد وعشرين عاما كان الهدف من وراء رحلاته أن يتعلم المزيد عن ممارسة الشريعة في أنحاء بلاد العرب استغرقت رحلة ابن بطوطة سبع وعشرين سنة من عام 1325 إلى عام 1352 من الميلاد ومات في مراكش سنة 779 من الهجرة الموافق لعام 1377 ميلادية تلقبه جامعة كيمبرج في كتبها وأطالسها بأمير الرحالة المسلمين